مين اللي اخترعوا قبل هل طبيب العصاب أم طبيب العيون المهم ما علينا نحكي بكل قصة كالتالي إنه كان يجي طبيب العصاب كان يجي أشخاص عشان يحقنهم للمجرين اللي هو الشقيقة وألم الرأس فكان مثلا يجي شخص يحكي له أنا عندي مثلا من هون لهون عندي شقيقة فيحقن هذا المريض طبيب هذا يحقنه كان بعض الأحيان يقرب بالحقن ويقترب من هذه المنطقة بالحقن فكانوا المرضى يروحوا ويرجعونه بعد فترة يحكي له دكتور إنه أنا صح راح من هندي الشقيقة أو خفت الصداع لكن الغريب بالموضوع إنه التجاعد اللي هون اختفت مرة على مرة طبيب عيون برضه هو فذ لقض هذا الموضوع ومباشرة من أول الشركان كانت شركة أليل كان اللي دخلت على هذا الموضوع وصارت تصنعه ومنظر الغذاء والدواب في 2001 أعطت أعطيت إعطاء لإنه أنه يبدأ ينحق كمادلة التجميل طبعا نحن الانديكيشن إليهم الفورهيد لينز الكراوس لينز الكشرة الكراوس فيت اللي هم الخطوط اللي عندي لابتسامة ببينه هون البروليفت عشان أرفع أنا الحاجب من هون البروليفت اللي نسميها بالنفرتيتي اللي أنا بحقه هون وهذه الرقعة اللي نسموها السلبنات كات آيز اللي نرفع فيها إحنا العيون أن الهيبرهيدروسيز اللي هو التعرق إذا كان بتحت الإبط أو بالقدمين أو بالإيدين وفي عندنا النايت بايت أو الهايبرتروفك ماستر سندروم الناس اللي بيتشد على سنانها كثير لما تنام ويكسروا سنانهم من ورا أنه هاي الماستر اللي هي العضلة القوية اللي نستعملها إحنا بالمضغ ومنحق لها بوتوكس لشي نخفف من قوتها قوتها